اشتركوا في القناة 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 كون عتولد. وهي الرولد كوست الدهي نازل بقوة بسرعة. هاك الولد بكون عميحط ضغط و عميطلع. هتخيل انه ازا كان كوكسي كفيت لجوه نتيجة اصابة الزمن او بكون خلقه فينو بكون خلقه هاك. بكسره. بكسره الورا. الالم هي محمولة مش محمولة عند البعض مقبولة عند البعض مش مقبولة. بس هي اكتر شيء بتباين ولا ما نقعد نقعد حسنا ما عشان عاديين. اوكي. اوكي. بسينا نبرو شمال او يمين. وكمان في ناس بيكون قاعدة عندهم اللايفستال طبعا بيقعدوا هاك. على مال يعني. كمان بحطوا الضغط على الورك والعظمة. كمان بوصلوا لمرحلة يصير الورك عنده مش 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 بلانس. بتعملوا مش هيك من الورك. لما الاعواردية لما نقعد ونطول حس انه في شيء عبيضغط من تحت في وجه الدهر اوي. ما فيها نقعدها. في الناس ما في نقعدهم. بس بيستعلوا الدوليب لندونت يبعدوا عليها مش يمالي يدق الكوكسيك بالقعدي. اوكي. بس هادي العوارد. اه في كمان معولة يكون عوارد مش من الكوكسيك كون من الديسك. ديسك ضارب على العصب. والعصب ماري بالمانطة لكنهم مفهتين بعضهم. بعطينا هالقلم نفكر هو الكوكسيك بس هو كمان يكون سياسيك. مش العصعوس. يعني بس يكون في ديسك مش قصة عصعوس. بده هون مميز. بالظبط. هي القعدي المزبوطة دكتر اياها. يعني هلأ حضرتك قاعد هيك. انا قاعد هيك. يمكن اتنينت ما بعرف. نحنا قاعدين غلط. لا اتنينت قاعدين صاحب اجر على اجر غلط. ها يلا. هاكين فيها. هاكين فيها بالايدي. ها توني بيجبرنا نقعد اجر على اجر. لا لا نمت. مجال ما تقاعد اجر على اجر. رفعتها حاوض من مال. اي. حاوض من مال. اوكي. صار فاندي ضغط على مال. اكتر مال. وهي كم يتوسل الكوكسيك. طيب هيدي مزبوطة القاعدة. هيك مزبوطة. وظهركم مسنود لان احنا عنا ورا. اذا بتشوف سوايب فيها هادي. الهيك. ها الكيرف الطبيعي. ها الفراغ. نعم. ها لازم نسندو. نعم. لازم نسندو بيشين حاوضين. ضم بيها الكاميرا. هيك. كاميرتك هون يا دكتور. اي. اوكي. اي. اي. ها دا الفراغ الطبيعي. نازم نعبين نحنا بشي بمسند. كما هيك الكراسي الكمبيوتر. المناح تلاقيهم ورا فيهم. مزبوط. مزبوط. سيارات الجديدة كلهم في هادي. الباك سيبورت. اوكي. كتير مهمة هادي كون سيبورت. حتى دخلينا جرس. دهرنا جارس. نحنا قلنا انه الالام قد تتوزع بين الام عادية. الام اكثر والام حادي. صح. كيف منعالج دكتور. يعني حدا اجل عندك على الكلينك. وقال لك انا عندي وجع كتير قوي. او عندي وجع متوسط او بداية وجع. اوكي. بثلاث حالات كيف تتصرف. اوكي. بكل الحالات انا ننبلش او شي نخفف الضغط عن الكوكسيك. او شي بننصحه للمريد انه يستعمل الدونت. حتى يعني على فترة اسبوع حتى ما يقعد على الكوكسيك مباشرة. نعم. بالتالي بيكون عبي عبي خفف الضغط عنه. ونعطيها هالفترة اسبوع لي خفل الاتهاب. بنكون في الاتهاب. الوجع بجنة من الاتهاب. اذا كيف في حالات التهاب او يمكننا يخد دول التهاب خفيف لخفل التهاب. وبعدها من عالج الكوكسيك ثان رجع محله. في له علاج يرجع محله. اكيد بدون جراحة وبدون شد او طقطها. فيه منشتغل لان رجع لطبيعته. ويخد محله المزموط. في شي كونتر افي من هيدا الموضوع اذا ما اتبع. لان اعتبر انا عندي ييسيذير. وما اتبعته. ما اتبعته انه لانه اوكي اوقات مش كتير بنوجع وقت بضبط اعتقل. لوين ممكن يوصلنا. لوين ممكن يوصل لنا. بيصير الاتهاب بيمتد. بيمتد بالحوض. يغطر شي على على الجونت. يعود يحول في في مفاصل بين الحوض والساكروم. بصير في الاتهاب قوي. بصير في الاتهاب بالحوض كله. بصير الاتهاب مزمن. بصير عندك واجعة دايم. بصير عندك واجعة. بصير تمشي غلط. تعدي غلط. تغير كل. الله يمنطبع جسمك. يعني بصير عندك مشكلة مش بس بالكوكسيك. مكتافك برقبتك. لأن الجسمك سر بياخدكم في ساعة. عبد كيف. عبد جارب يتكيف مع وضعي غلط. ما فيك تعدي. ما فيك توف كتير. ما فيك تمشي كتير. اي بس انه هو عظمي هيدا اللي أنا هنفكر فيها. بالزابط هو عظمي. اي يعني هي العظمي بتعمر الالتهاب وبتنقل على الالتهاب على الحوض كله. بصير يطلع. اي مش بيع. لون جرد ما انت ما فيك تعدي مزبوط. اي. لك تعدي هيك. او هيك. ما بتغيري تقوين الجسمك. تقوين الجسم من ورا. بصير غلط. لكل عمود فقري. لكل عمود الفقري قلو. اوكي. بصير تطري تعدي هيك. بتشيري راتك لقدام. تعدي هيك. يعني تاخدي وضعيات مختلفة. مش مناسبة. مش غلط. عبتأجي جسمك. بني اضافي الواجعة الدايم. بني اضافي الالتهاب الدايم. بني اضافي لحياتك. ربانة. في ناس مشبورين بلطاء شغلهم دكتور. يقعدوا يمكن 6-7 ساعات فرد قاعدة. بالضبط. يمكن الاعطي ما بتكون مريحة. ولا بتكون مناسبة لدهرهم. او الكراسي عندهم بالشغل. الكراسي عندهم مشكلة. القاعدة غلط. هولي شو ممكن يعملوا. يعني غير الدوليب. ممكن يكون في شي حال. دوليب بس بحالة كان فيه التهاب للكوكسيك. ما فيه داعي. يعني نستعلم شكل يعني اذا ما فيه التهاب ما فيه دوليب. ما فيه واجه ما فيه. اوكي. اوكي. نحن ما نقعد نطول. لا على بالشغل. ولا على الدراسة. ولا بالسيارة. يعني لازم. وعطونا كنسعمل 2020. عشرين عشرين. عشرين دقيقة. بش عاديين. وعشرين ثانية نوقف. يعني. كانوا بالشغل. كانوا بالسيارة. كانوا بالاونلاين. كل شي. نقعد عشرين دقيقة. وكل عشرين دقيقة من قوم نمشي شوي. نحرك حالة. عشرين ثانية. اوكي. داسوام نسميها 2020. كمال هيك المفروض انو ندلن حرك جسنا. كمال هيك ندلن في عضلاتنا. ما نخلي عضلاتنا بوضعية واحدة. بشكل دايب. اوكي. اليوم كتير دارج بالمكاء. بالمحا. بالوفيسز. اللي فيه شي اسمه ستاندينج ستيشن. الناس يوقفين بيشتروا على الكمبيوتر صارو. ايه. بتلاقيهم وقفين. ما بدون كرسة. حتى لو ساعات. حطينو اللابتوب عالي. اوكي. هادي مثلا فيه ناس بيشتغلوا شوي على هادي. بيشتغلوا شوي على المكتب. ايه بس مثلا اعتبر ثلاث اربع ساعات عندو شغل اللي بدو دلوا واقفوا وعميشتغل. لا لا. بس فيه. ما بيقدار. فيه 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 بيقصمو شغلهم. بينواقفين وبين قاعدين. ما بيضلوا قاعدين كل الواحد. بالزبط ايه. وفيه ناس بلاقوا انو ريح لهم من الاقعود. اه. لانو الكمبيوتر واللابتوب قداموا ما بيستوع علي اكيد واني واقفين ما بحطوا الضغط على جسمهم نحنا بنحط ضغط على متفقر الستين المئة اكثر لما نقعد ما نكون واقفين طيب يلي بمارس رياضة دائمة يمكن دي قعد بشغله غلط او ببيته غلط او قعدته ما بتكون مناسب بس دايما بيعمل سبور هالشي بيأثر بأثر ايجابا انه ما بيقضي حسب هالأوجيه عبي حرك العضلات عبي غزي العضلات بالدم او بالاكسيجين لما كنا عبي حرقون واليوم كتير مهم عارد نعمل الستراتشين هلا فيه مستراتشين ما فينا عملها هون على هو فرجونا للمشاهدين بازا بفوت لعندي على على التشانل الطابعي على الفيسبوك والإنستا عم ننزل عطول استراتشيز بلخاصة الكوكسيك هاي دي فيه الها استراتش كتير كتير مريح ومفيد وبيخفف الضغط بيخفف الضغط وبيخفف الوجع سو اليوم استراتشيز اللي عندي يعني الحركات نعملها اللي بالبيت او بالأوفيس ما كيف نعملها بتساعد كتير مفروض نحن نحرك عضلاتنا كانوا برياضة كانوا بستراتشيز كانوا بنحميهم كانوا بالمشيش شو مكان بس مانضلنا قاعدين لانو جسمنا منو مصنوع لانو عطل سبعة ثمان ساعات فيه ربنا ما خلق لنا يعني هاي دي الفترة العادة بس اخر خمسين ستين سنة بصارت ما صار في شي شي اسم الكمبيوتر قابل كان عالم لو بيشتر للأوفيس كان ام بياخد وراه يعطيه رفيقه او يفتح جروه يشير الملف يمكن له على الكمبيوتر بيقعد من ثمانة صباح الان كانت ثمانة بالله ما بيتحرك تعرف دكتور مساء قوم عند قوم فوائد يعني هلأ نحنا بقتعك الكهرفة نحنا بتضحك على حالتنا بس الا شوية ايجابيات انو مثلا بدل ما تطلع بالأسنسور ثلاث اربعة درج ولا انو ليش الواحد ما بده يحرك حاله اي طلع على الدرج مشي تعاب معلي شي مش كله نحنا ما بقى نعمل شي سيارة بتوصل بطلع بالأسنسور على البيت بدنا شي عن جد بدنا غرض يعني نحنا صرنا ناس ما منعرف نمشي مية بالمية ما منعرف نتحرك بدك انا منحكي عم تحتلورنو ليه هون اريح من استراليا يوم كيش يوصل لك على البيت كنا عم نحكي ارى والدكتور يعني عن جدل بيتعرف على دكتور وليدة عن قرب قديش بيحبه لانه قديش معلق بلبنان وانا بده وجهلك تحية لان انا مش شايفي حدا متعلق بلبنان قدك ان شاء الله ان شاء الله بظل هيك وتعدينا كلنا اكتر واكتر دكتور بيقلنا باسوأ الحالات متعلاجنا ممنع ملسبور ملقعة 8 ساعات كل يوم بيشغلنا 9 ساعات 10 ساعات بعضين في ناس بيلجأوا الى حبوب ضد الالتهاب يعني مثلا بس ينوجع يلا حبتين ماشي الحال شو هيدا الموضوع؟ اوكي هلا بيرتاح لانو شال الالتهاب بس ما شال مع حل مسبب الالتهاب لانو فيه لالكوكسيك بوضعي غلط بدنا نحل المشكلة هلا الى علاش بدنا نحل لازا هلا يمكن احيانا مرة واحدة بتروح الالتهاب ونتاحت اوكي بس بزا زاله بشكل دايم مزمن لأ بده حل بدك تشوف الطيب المختص حتى تشوف سبب المشكلة ونحله اوكي طيب بس ما هو اخد دواء وراح الالتهاب ليش بده يرجع الالتهاب اعتبر انا عندي التهاب واخدت مثلا على جمعة او جمعتين حبتين مش هسمي شو حبتين 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 وبعضين اضليت فترة معت حسيت بشي وبيرجع الوجع من اول وجديد طيب اذا راح الالتهاب ليه بده يرجع ما اذا عملك اذا راح الالتهاب معاش رجع الوجع وكون شغلت مرة واحدة قضت بس اذا رجع الالتهاب معتها فيش شي مسبب عبرها عيد بنفس المشكلة نشوف شو المسبب بعض مشكلة الميكانيكية لهذا المفصل اللي هو منه ما حاله عبر يعمل الالتهاب اوكي اذا احيانا صار الالتهاب نتيجة ضربة والتهاب لانه الجسم بيعط عنده هاد الرياكشن بيعامل الالتهابات دغري حتى يحمي المنطقة اذا خدنا الدواء الالتهاب وراح الدواء وما عاد الوجعه وما طل فيه الالتهاب اوكي اتهت بس اذا رجع مرة تاني مرة تاني مشو اكتر مرة مع انت في انا مشكلة بدع حال فيما انا مشكلة عبت تسبب الالتهاب غير هايدي الصدمة او التروم السرد معنا يعني والمسكنات ما نلجأ لهيدي مش عم رحكي عن دواء الالتهاب او قد بياخدوا بانادول او غير بانادول انه خلاص مش الحل اوكي قديش بتخدمون على فرد سحبي اذا ضلوا موجوعين وياخدوا كل من واجعوا بانادول او غيره صح ما انت قلت مسكنات ده مسكن هاي مسكن هاي بياخدوا كمان اذا خدنا مسكن وراح الوجع وانتهت مشلي يومين ثلاثة اوكي بعد ثلاثة ايام ما رح الوجع لبالتهاب او الوجع معتلين نشوفها كيما ثلاثة ايام هدي ماكسوم دواء مسكن او الالتهاب مع رياحة اذا حالة مشلي اوكي الحالة معتل بدها بدها حدا يشوفها دكتور وليد هل ممكن بحالة من بعض الحالات نضطر او انتو كحكمة تضطروا تلجأوا لعملية جراحية اكيد اكيد لما يكون فيه كسر كبير وبده تثبيت او بده يترجع لمحاله بطريقة جراحية اكيد نجعل جراحة او نبعث المريض عند جراحة لخصائية لانه فيه حالات تكون سيفير الكسر او ممكن تسبب ازلة للعضاء اللي حواليها كيما لهيك ضروري جدا اكيد اذا فيه حسب اكيد بعمل نشوف الصور الكسرية ولا مرأة ونشوف التشخيص المزبوط اذا بحاجة لعمل تدخل جراحي تغير على تدخل جراحي شو ممكن تكلفوا هيدا العملية للمريض ما عم بحكي ماديا عم بحكي قديش بنوجره قدي بيقعد بالمستشفى قدي بيضال فيه ما فيه يقعد ما فيه يمشي يمكن مش مفروض كتير يمكن قبو اسبوع عشرة ايام بس هم نحكي ان احنا لتدخل جراحي ما يكون في حالات كيس سيفير اوكي في شغلة كمان نسينا نذكرها فين فيه شي بيسموه هو بيت الشعر بيطلع على عند هالمنطة كمان هيدا بيأثر على على الكوكسيك وبيعطي وجع العالم تفكرون منه والناس كمان اللي عندها مشكلة البواسير كمان نفس الحالة هاو دي الحالات العلاجون هني مخاصل الكوكسيك فيهم دكتر وليد ابو دهن اختصاصي جراحة عزمة ومفاصل شكرا 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 عصاب عصاب وفقالات أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا وإلى حلقات ليحعة كمان بنحكي فيها موضع كتير أهلا وسهلا فيك أصدقائنا لهم نصل إلى خيتين برنامجنا الصباحي نتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت حلوي بكرة أنا وبلونش نكون معكم صباحا إلى اللقاء